السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جي للألفين وأربعة ربي يسعد قلبكم طلاب التكميلي تحديدا واللي حابين بإذن الله تعالى يعيدوا في زعلة تكميلي لغايات النجاح أو لغايات رفع المعدل في البداية ربي يجبر بخاطر كل واحد منكم ربي لا يضيع تعب كل واحد منكم ودائما منقول لعله خير وكل شي من ربنا بإذن الله تعالى خير وما بتعرف وين الخير مكتوب لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بإذن الله تعالى فهذا الفيديو بإذن الله تعالى رح أعطيك فيه وأحكي لات معلومات مهمة بخصوص مادة الفيزياء عشان تقدر تكملها وتدرسها على التكميل عن طريق البطاقة طيب إخوان عسى المفاجأة أنه الوتد عاملة عرض عرض جدا خرافي لكل الطلاب التكميل اللي بدهم يقدموا فيزياء هو أنه الفصل الأول والفصل الثاني والمكثف كلهم بتقدر تحصلهم عن طريق بطاقة واحدة اللي هي بطاقة من الخمس وثلاثين دينار فبالتالي جميع المادة في فصلها الأول وفصلها الثاني والمكثف تقدر تدرسهم مع بعض في بطاقة واحدة وتفتح لك كل المادة من أولها لآخرها لتكون فعليا كل إشيء متاح بالنسبة إليك طيب بس سعدي أنا قررت عيد تكميلي بس بدي أجيب البطاقة بإذن الله تعالى بس شو كيف أدرس وشو أسوي والوقت اللي ضايل معي شو أعمل فيه هس أنا ما رح أعطيك جدول مفصل إلك لا أنا رح أفرجيك الصورة العامة للمادة بعدد الساعات وتفاصيل مهمة لتعرف أنت كيف تنسق وقتك لأنه أنت ممكن يكون عندك بس فيزياء ممكن يكون عندك فيزياء وكمان مادة حابة تعيد تمام؟ ممكن مادتين ثلاثة فوقتك ملكك يعني وقتك أنت والله أنا مسموح لأدرس 24 ساعة في اليوم أنا ما عندي مشكلة تمام؟ لا أفستاذي أنا بشتغل ممكن أدرس بس 3-4 ساعات في اليوم فحسب أنت شو وقتك وجهدك بتنسق الجدول اللي أنا بدي أعطيك صورة عنه وتفصيلة بسيطة عنه طيب تعال خلينا نشوف تعال خلينا نشوف يخوان هاي المادة قدامكم مادة الفصل الأول مع الفصل الثاني مع المكثف بعدد الساعات التقريبية ركز على كلمة تقريبية لكل فصل بإذن الله تعالى أنا هذا الحكي إذا فرجيك إياه عشان تعرف أنت شو اللي عليك وشو اللي بدك تدرسه وكيف لازم تدرسه ست تقريبا ضايل إلى امتحانات من تاريخ نشر هذا الفيديو قرابة الثلاثة أشهر أعرف شو عندك عشان تعرف كيف تدرسه تمام؟ المجال الكهربائي على البطاقة ما يقارب الـ 11 ساعة الجهة الـ 13 ساعة المواسع عشر ساعات المتيار 20 المجال المغناطيسي 17 ساعة طبعا هذا أنا أقول لك 17 ساعة و20 ساعة للفصل كامل محل أسلت الكتاب محل أوراق عمل محل أمتحانات محل أسلت الكتاب مع كل التفاصيل اللي أنت ممكن تتخيلها لحل المادة من اي تزد ما تركنا تفصيلة الحمد لله تعالى إلا وحلناها بالكتاب أو بره الكتاب تمام؟ الحث 13 ساعة تقريبا الكم 14 ساعة وأنه أبسط فصل وأسهل فصل 6 ساعات إخوان بكل بساطة هذولة مجموعهم تقريبا برضو 100 ساعة 100 ساعة فصل أول مع الفصل الثاني 100 ساعة فقط معاك ثلاثة شهر ولا نفترض أوكي؟ هالثلاثة شهر أو هالشهرين ما بعرفش أنت حتى بما تبلش الدراسة أو هالشهر بدك تقسم هذولا المية على عدد الأيام اللي بدك تدرس فيها بشكل فعلي وبس وبدك تراعي شغلة واحدة أسهل دي إنه هذولا 100 ساعة كفيديوهات إنك تحضر بدك مقابلهم كمان 100 ساعة تكتب وتحل وتراجع وتفهم وتوقف الفيديو تعيد فمجموع ساعات دراستك للفيزياء خلال هذولا إلا أيام مجيات 200 ساعة 200 ساعة بحسبة بسيطة أسهلو لو كان ضعيلك قنقول شهرين شهرين يعني 60 يوم هذولا الميتين ساعة بدك تقسمهم على 60 يوم بحسبة بسيطة تسمح لي اسمح لي اسمح لي أسهلو أنا معي قالي هازم كل شيء تمام 200 تقسيم 60 بحسبة بسيطة بدك تدرس في اليوم تقريبا 3 ساعات للفيزياء يومي إذا ضل معك شهرين أبا أقولك على 60 يوم تمام وفي ميزة أكيد إنك تقدر خلينا نحكي تسرع الفيديو فهذولا 100 ساعة بقله ممكن لـ 70 ساعة إذا أحطيته إلى 1 ربع مثلا بدك يقل لا تقريبا 75 إلى 80 ساعة فبالتالي معاك الوقت كبير بإنك تختم المادة وتتمكن منها بشكل خرافي وأنا بقول لك بما إنك عايدها عايدها أستاذي ومجبر أنك تعيدها ليش متنية اللي تحسبها لا تحسبها علامة نجاح تحسبها علامة معدل لأنه صدقني امتحاني التكميل رح يجي بنفس مستوى الامتحان العادي اللي إيجي مستوى جدا رائع وجدا ممتاز وشبته العلامات الكاملة والعالية بالفيزياء طب هذا بالنسبة للمادة بالنسبة لأستاذي للمكثب أستاذي أنا عندي ممكن أنت تكون عندك معلومات عن المادة دارست ثلثة باعها أمورك نص نص فيها وحاس أنك مش محتاج تعيد كل التفاصيل يعني والله أنت مجال وجهد مواصل أستاذي أنا متذكرهم هل في داعي أني أعيدهم عن البطاقة فعليا لا إذا بتقدر تحل الأسئلة لحالها أستاذي أنا عندي بس مشكلة يمكن في التيار والمجال المغناطيسي هدول اللي بدي أعيدهم آه هدول أعيدهم عن البطاقة طب أستاذي كيف بدي أراجعهم في عندك المكثف يا أستاذي بالمكثف أنا عامل مشاريع مشروع خاص اسمه للفصل الأول مشروع اسمه مشروع الخمسة عشر ساعة شايف كل هدولة يا أخوان الخمسين ساعة تقريبا تعود الفصل الأول كلها شارحة نص صفر في خمسة عشر ساعة فقط كشرح طب أستاذي حل أسئلة في حل أسئلة بس الجزء الأكبر من حل الأسئلة باعتني عليك أوكي ففي أشيء اسمه مشروع الخمسة عشر ساعة تمام؟ نفسي ليش الفصل الثاني حاب تراجعه من الصفر من أوله ولآخره وما تبلشش فيه هنا في أحد الفصول مثلا احضره تمام؟ فإنت إذا حاس حالك ومورك تمام أو نص نص بلش في المكثف السادي ما عندي مشكلة أوكي؟ والله إذا أحضر في المكثف اكتشفت أنك فصل مواسع أوف أنا ناسي شغلاتي كثير فيه وقف ورجع هون أحضره ورجع كمين بس هنا ونهون وآخر إشي في عندك ما يسمى بالمكثف النهائي هو 12 ساعة أوف سدي عدة ساعات كثير صدقني لا صدقني لا لأنه هنا في أغلب حل أسئلة عليك يعني أنا رح أوصلك للمكثف النهائي اللي هو هذا فيه فيه خلاصة الأسئلة على كل كل إشي شامل تمام؟ هذا الأصل أنت ما يأخذ معك ثلاث أربع ساعات ليش؟ لأنه كل حل الأسئلة إذا أنت تمكنت من كل هدولا أنت رح توصل جاهز بإذن الله تعالى بطول صدقني في حال الوزارة ومو رقمية بالمياه بس أكيد بدأت تركز بشكل كثير مني في كل تفصيل أنا جاعد بحكيها في المادة هذا بخصوص المكثف بخصوص الفصل الأول بخصوص الفصل الثاني فيه معلومة مهمة أستاذي ببنيها منك اللي هي البطاء الدوسيات أستاذي فيه دوسيات من وين تحصلها؟ هسا حاليا ممكن ما تلاقي دوسيات في المكتبة وفي المكتبات لا الفصل الأول أو الفصل الثاني أو أي فصل من الفصول الموجودة عندك عشان هيك يا أستاذي بديك تتواصل معي على رقم 0780323932 أوكي؟ ودي قولي أستاذي أنا طالب تكميلي بدي الدوسية وبيضعك لك يا هادي قلص حياة بسيطة أوكي؟ بس ربي يوفيقكم تمام؟ هذا اللي لازم تعمله حاول بلش من اليوم أو بكرة شو ما كان معك مجاله شو ما كان معك وقت كل ما بلشت أبقى كل ما كان أحسن ربي لا يضيع أي تعب أي طالب تكميلي بإذن الله ويوفيقكم ويفرح قلبكم ويعوضكم بإذن الله تعالى أضعاف الفرحة المتأخرة بإذن الله تعالى اللي رح تفرحوها وربي يجبر بخاطركم ويعطيكم ألف عافية كمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة